اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ساد يومانيه لانتقاله لباير ميونيخ لكنا بنتكلم على عقده بنتكلم على انتقاله من الناحية التسويقية لكن كمان مهم جدا نحن نعرف ازاي الناس بتشتغل ازاي يكون باير ميونيخ اختار ساد يومانيه لطريقة لقب باير ميونيخ هل مع رحيل لفندويسكي هيكون هو الرأس الحرب الأساسي طب لو قاعد لفندويسكي هيبقى ازاي التوليفة او التشكيلة بتاعة الباير كل ده من خلال طبعا نجمنا المتميز دايما محمد الباز اللي بعرفنا طرق زي ما بقول دايما برا الصندوق محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني طبعا بنتكلم على سادي يومانيه والسؤال اللي بيدور احنا بنتكلم على البريميال ليج وبنتكلم على البندس ليجا مختلف تماما طرق اللعبة مختلفة كمان بنتكلم هل سادي يومانيه يعتبر الورقة الربحة للباير من خلال موسم الانتقالات الصيفية تقول تأكيد سادي يومانيه هيعمل مشكلة كبيرة جدا للباير ميونيخ على عكس ما متوقع الناس بتقول هيكون تعويد كبير أو هيعوض رحيل لفندوسكي في حالة رحيله الموسم الحالي أو الموسم القادم أنا شاف لا هيعمل مشكلة كبيرة جدا من ناحية التكتيكية من ناحية الخططية مشكلة إيجابية أو سلبية مشكلة بالنسبة لهم لتنين يعني سلبية هتكون أكتر على وجود نجوم كبيرة جدا في الباير ميونيخ عاملين أرقام وشغل عالي جدا مع الباير ميونيخ تقريبا هيكونوا لهم مكانة كبيرة على الدكة لفترة الجاية وحنشرح التكتيكية هتشتغل إزاي ولكن قبل ما نخش على الحتة ديت خلينا نبص على ساد يومانية كان شغال إزاي مع بايرن مع ليفر بول في طبعا الست أعوام أو الست مواسم الماضية ساد يومانية يا كابتن هاني جاب مية وعشرين هدف في الست مواسم الماضية مع ليفر بول المية وعشرين هدف دول لو لما نيجي نحللهم وجود منين بالزبط كلهم تقريبا يعني تسعة وتسعين في المية منهم من داخل منطية الجزاء وبالتحديد من جوة ستة أو من قريبة من الستة يعني دايما هو متواجد في البوكس بداية ساد يومانية مع يورجون كلوب كان دايما معروف أنه بلعب جناح ناحية اليمين في البداية خالص ثم تم طبعا نقله مع التبديلات والخطط التكتيكية ليه يورجون كلوب راح ناحية الشمال ليه إحنا عايزين نشرح المراكز بتاعة ساد يومانية لأن هي حتورينا إزاي هو يشتغل مع باير ميونيخ في الوقت الحالي لما بعد انتقال ساد يومانية للبوزيشن الثاني أو المركز الجناح الشمال طبعا ظهر بشكل كبير جدا شكل متميز جدا شفنا في مبارات كوية جدا وأهدافه وكل يعني وشفنا في المركز كمان في الآخر شفنا في مركز تسعة وده بقى بسبب وجود دياز وجود دياز في الفترة الأخيرة في النص الموسم الأخير ده أكبر يورجون كلوب أنه هو يلعب بساديو مانيكا يعني راس حربة صريح أو مركز تسعة رقم تسعة تارجت مان وده اللي شفناه وده ممكن يكون عامل قوي جدا حيساعد البار ميونيخ من ناحية تكتكيات نتكلم عليه رقميا وجود ساديو مانيه لما لعب تسعة لعب حضاشر مبارات كابتن هاني كان مركز تسعة في المبارات في النص التاني من الموسم الماضي في الدورة الإنجليزية في الحضاشر مبارات أحرص ثمن أهداف ده معدل كبير جدا يصل لتنين وسبعين تلاتة وسبعين في المائة على العكس لما بلعب جناح شمال وده القوة بتاعته الظاهرة طبعا يعني عدد الأهداف كانت أقل ده بيخلينا شوية نشوف المرونة التكتكيات لعند ساديو مانيه بدايته كجناح يمين ثم جناح شمال لفترة طويلة جدا ثم في النهاية لعب كمركز تسعة إزاي ده هتأكس على البار ميونيخ مبدأين قبل ما نخش في الحلات ونشوف تكتكيات لو نشوف التشكيلة بتاعة بار ميونيخ شكلها هيكون عاملة زي الموسم القادم مع وجود ساديو مانيه جايبيني التشكيلة معنا يعني ممكن نبص عليها طيب إحنا هنا في حتة زي ما قلنا هتعمل مشكلة كبيرة جدا لناجلسمان المدرب الألماني طبعا مدرب البار ميونيخ هيلعب إزاي هو دائما معتاد أنه يلعب 4-3-3 وجود ساديو مانيه هنا عمله مشكلة مشكلة من ناحية خطة اللاعب أو السيستم اللي هيلعب بيها في الغالب هيلعب 4-2-3-1 في الحالة دي طبعا هنشوف مانيه بناحية الشمال نحن نبص على التلت الهجومي معنا ده في وجود روبرت ليفندوسكي كرقم 9 بالوقت أنت موجود ليفندوسكي موجود ما انتقلش وبالتالي هو ده في مركز راس الحربة بتكلم عن التلاتة جنابري مولر ومانيه ده التلاتة اللي تحت صحيح بالنسبة طبعا جورتسيا وكيميش طبعا يعني كيميش وجورتسك ده العمدة الأساسية لنص ملعب حتى المنتخب الألماني المانشف عايزين ننوه هنا على مزراوي مزراوي ده طبعا الوافد الجديد لصفوف بام يونخ اللعب المغربي لعب آيكس أمستردام طبعا حيكون دافع قوي جدا لصفوف البام يونخ نرجع للحطة الفنية يعني احنا بنقول دايما وجود ساديو مانيه حيلعب ازاي هل دايما فعلا هيتمت عليه كجناح شمال بالشكل ده تحليليا أو تكتيكيا يقال لك كابتنهاني ان ممكن يلعب زي هاف ناين بيسموها تسعة ونص تسعة ونص فهو يلعب تسعة ونص لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لوجود جنبري وجود طبعا كومان وخليل لك انت كمان ناسي ساني احنا عندنا تلات لعبين احنا نتكلم من ناحية السرعات يعني السرعة بتاعتهم قياسيا بتصل لخمسة وتلاتين كيلو في الساعة التلاتة شبه بعض سواء كان كومان كومان يعني ستة وتلاتين كومان اصرحهم شوية احنا عندنا قوة سريعة جنب حتى اربعة وثلاتين يعني كيلو متر كيلو في الساعة يعني لا حاجة سريعة جدا سرعات طبعا سرعات كوية جدا طيب يعني تسعة ونص هيلعبها مني وده الخبراء ايضا في المانيا حتى لوتا ماتويس اتكلم في الحتة دي اتقال حيكون من الصعوبة ان احنا نعتمد بشكل كبير جدا على مني من ناحية او جناح شمال لوجود كومان كومان عمل مباراة هائلة وقوي جدا ما ننساش ايضا جمال موزيالا اه جمال موزيالا جمال موزيالا افضل لعب في الدور الألماني كشاب وده اللي قلت حضرتك في البداية كابتن هاني ده هيسبب مشكلة كبيرة جدا لنجوم كبيرة زي كومان زي جمال موزيالا ان هما يعودوا على الدكة في حالة وجود سادي وماني طب في حالة رحيل ليفندوسكي هل سادي وماني هيلعب الدور دوت اللي هو رقم 9 ده محتمل بشكل كبير جدا ولما تكلمنا بالأرقام في حالة وجود دياز وتعامل طبعا تحليليا على التاكتك بتاع ماني في وجوده رقم 9 أرقامه هيلة جدا هتساعد طبعا في حالة رحيل ليفندوسكي هنشوف بالحالات دلوقتي ازاي هو بيشتغل ماني اصلا يعني ماني طبعا معروف دعم دايما اهدافه من داخل البوكس او من داخل منطات الجزاء احنا اخترنا بعض الحاجات اللي بتميز ساديو ماني في تحركاته يعني احنا ممكن نبدأ بالمثال ده تاكبتن هاني هو يعني ماني بيكون فين دايما ماني زكي جدا في تحركاته في الجانب الهجومي يعني هنا كان بيلعب كجناح شمال احنا الكرة بدأت من محمد صلاح في النص يعني احنا نكمل هنبدأ نشوف تحركاته عاملة ازاي دايما ماني بيخلق نفسه مساحة بقوته بسرعته في لحظات في فمتو ساكن دايما تلاقيه جوه البوكس الكرة بتتلعب له بشكل من خلف المدافعين بيدرب بيها طبعا خط الدفاع دايما بتلاقيه سبق المدافعين طبعا ضرب الافصال اللعبها بشكل كويس جدا سبقهم بخطوات بسيطة جدا بسرعته وقوته عندنا بعض الامسال نفس الكلام يعني دايما تلاقيه ساديو ماني بيكون ورا بيسبق بسرعته عنده الفينيش كمان هايل يعني ساديو ماني من اللعيب اللي عندهم فينش وعنده هدوء في الفينيش بشكل أكتر من رائع وبالتالي ده طبعا اللي بقول عليه ده بيساعد أي لعيب جوه الـ 18 أنه يسجل أعداد كبير من الأهداف طبعا صحيح يعني ساديو ماني أحرز 16 هدف للموسم الماضي يعني برضو بنشوف تحركاته يعني دي أبرز الأهداف اللي أحرزها الموسم الماضي مع طبعا ليفربول 16 هدف فإحنا عندنا برضو جدول يعني بورحلها خلينا نروح كمان للجدول ده كمان للجدول الإحصائي أو للرقمي كمان لصاديو ماني نعرف من خلاله تفوقه في رقم 9 في الفترات الأخيرة اللي لعب فيها كراس حرب مع ليفربول أديه كان مؤثر وأديه جاب أهداف هنشوف كل ده بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمد كنا بنتكلم على صاديو ماني رحيل ليفا لبرشلونة بقاء ليفا عايز أعرف منك الفروق التاكتيكية ما بين ليفا وما بين صاديو ماني المبدالين ليفا هو تارجت يعني رقم 9 سترايكر صريح جدا سنتر فرويد معروف جدا بلعب داخل البوكس وأهدافه وقواته كلها داخل البوكس على العكس صاديو ماني هو مش مهاجم كلاسيكي هو مش برضو تارجت وزي ما قلنا عنده مرونة تاكتيكية كجناح شمال جناح يمين وفي الفترة الأخيرة لعب أيضا كرقم 9 الفرق ما بين وما بين روبرت ليفا مهم جدا في حتتين أو في جزئين الجزء الأول أن صاديو ماني بينزل لتحت بيرجع لورا وبيستخلص الكورة عنده الانترسيبشن واستخلاص الكورة عالي جدا وبيبدأ أنه يحضر من وراء ويبدأ الهجمة من وراء لقدام بساعد فريقه أيضا في ناحية الدفاعية عنده ناحية الدفاعية وطبعا الجانب الدفاعي والمهام الدفاعية بيقوم بيها بدور بشكل ممتاز جدا ساديو ماني على العكس روبرت ليفاندوسكي تقريبا ما بيقومش بالأدوار الدفاعية أو ما بينزلش بشكل كبير جدا يستخلص الكورة هو دايما موجود داخل بوكس وده الفرق ما بينهم يعني عندنا إحصائية غريبة جدا إحصائية مهمة جدا يعني أتمنى أن احنا لما نيجي نخش في الديتيلز بتاعت المواسم الماضية مع ليفربول 14 هدف منهم كانت عبارة عن نزوله اللي تحت النص الملعب وقطع الكورة واستخلاصه للكورة ومشي يا كابتن هاني بالإحصائية أكتر من 5 متر بالكورة محتفظ بالكورة لقدام عشانين الفريقه وعمل عمل الشكل اللي انت بتقول عليه في أهداف كتيرة مع ليفربول الهدف ده بيدل كمان أن كنت بتفرج على سترايكر سترايكر رقم 9 صريح بيتحرك ما بين السردباكين بشكل أكتر من رائع في مساحة وبيفنش بشكل أكتر من رائع يعني مواصطفات 9 كمان موجودة في ساديو مانيه بالضبط وعشان كده احنا اخترنا بعض الحالات المقررة جدا بشكل رائع جدا لساديو مانيه زي ما قلت بالضبط يا كابتن هاني تحركاته ما بين السردباكات أنه بيقطع من لجوه دي تلعبت من خلف المدافعين بسروباس من لمسة واحدة وهنا بنقدر نقول أن كيمتش كيمتش هيكون عامل مساعد كبير جدا لساديو مانيه في حالة أنه في حالة أنه يلعب كيمتش طبعا لعيب وسط رائع وعنده قدرة على فكرني بتوني كروس كده على صحيح البوصلة نفس الكلام هنا عايزين نشوف وجود ساديو مانيه لما بيلعب تسعب ما بين السردباكات ما بين خط الدفاع الزهنيا عنده دائما حاضر ساديو ماني يعني هنا الكرة استلامها بأشرة ممكن لف جسمه وده البادي اوريانتيشن عنده عالي جدا أنه هو في التحريك جسمه والفنت اللي بيعمله يعني كان وشه الناحة التانية في استلامه الكرة البادي اوريانتيشن عالي جدا طبعا لف وشه في اتجاه المرمى وأحرص هدف رائع جدا طبعا هذا تصرف تصرف تحت ضغط في مساحات صغيرة جدا دائما تسعة بلعب أستنفلا بالزبط الكرة دائما بيتواجد داخل البوكس زي ما قلنا ما بين السيرت باكات ودي طبعا لعبها بالكاهيدرز وجات جون بيلعب دماغه أيضا بشكل كويس جدا يعني فيم قومات تسعة كتير دي اللي احنا نتكلم فيه هنا طبعا تحرقاته ما بين الخطوط ما بين السيرت باكات هو بيلعب رقم تسعة يعني الكرة دي بدأت من محمد صلاح تلعبت طبعا في العمق هنا اللي كان أرنولد متقدم أو هندرسون يعني احنا نمشي معنا الحالة نبدأ نشوف طبعا تلعبت زي يعني كوبي بيست من الأهداف اللي احنا لسه شايفنا كابتن هاني الكرة بتتلعب ما في خلف المدافعين في حالة وجوده ما بين السيرت باكات بيخلق نفسه المكان والمساحة من الواضح كل الأهداف اللي انت جبتها هي مواصفات تسعة لو قلنا ان تسعة في مواصفات ايه يعني على مستوى على مستوى التهديف طبعا صديو من ايه ممتاز طب دي الحالات اللي كنا نتكلم على الفروق ما بينه ما بين لفيندوسك بينزل في نص ملعب الخصم بيستخلص الكرة بشكل رائع جدا بنبدأ ينقل نفسه ويبدأ على مستوى المنتخب ده مستوى المنتخب طبعا لأنه بيتم تحليل اللعب على مستوى الموسي بشكل كامل مع المنتخب طبعا رجع استلم لم الكورة وعمل كونتر وده اللي بيسبت كلامنا في حالة طبعا نزول الملعب واستخلاصه والإحصائيات والتاكتكيا هو بيلعبها بشكل رائع جدا عندنا أمثلة كثيرة جدا بتقرينا هنا نفس الكلام في نص ملعب نزل منص ملعبهم بيعمل طبعا الدور الدفاعي بشكل جدا نمان نمسيتي قطع الكورة في وسط 2-3 طبعا نشوف يعني عدل وش نفس الكلام بينزل دايما نص نص الملعب دايما هو موجود في نص ملعب بتاع ليفربول بينزل يساعد ويقطع كورة ويستخلصها ويبدأ ان هو ينقل الهجمة يعني بيعمل ترانزيشن بشكل رائع جدا نفس الكلام كابتن هاني هنا بدأ الكورة من نص ملعبه بيعمل الزيادة الهجومية ومساعدة كبيرة جدا طيب ده بالنسبة ليه ساديو ماني يعني احنا عندنا مقارنة رقمية طيب لو فيه مقارنة رقمية ما بينه وما بين وما بين طبعا معنا ليفا ومعنا هالر هالر طبعا الوافد الجديد هنتكلم عليه ايضا تاكتكالي بروسيا دورتما وطبعا هالر طبعا ده طبعا مهاجم من الآيكس وهداف الدوري الهولندي وكان في وقت من الأقوات كان هداف التشاملزليج صحيح تعمل هداف سعداء قبل خروج الآيكس من طبعا الامور الأخيرة كان متصدر طبعا هداف احنا عايزين نقول هنا من الإحصائيات الرقمية دية حضرتك قلت في البداية ان فيه اختلفات ما بين الدوري الانجليزي الدوري الهولندي والدوري الألماني قدوم ساديو مانيه وهالر الراجل مهاجم او يعني طبعا هداف الدوري الهولندي بالأرقام بتدي دفع وقوة للبوندس ليجا في الموسم القادم أرقام ساديو مانيه لعب الموسم الماضي 34 مباراة دقايق يعني طبعا 2824 دقيقة جاب 16 هدف ساديو مانيه زي ما قلنا 8 أهداف منهم لما لعب رقم 9 في 11 مباراة منهم الدقايب الهداف دي معناها انهو كل 177 دقيقة بيحرز هدف في من 2824 النسبة التهديفية بالدقائق دي مهمة جدا بتوريك الفاعلية بتاعة الهجومية الهجومية أهداف طبعا هي الملعوبة مش ضربات جزاء يعني 0.51 نسب الهداف اللي هو الأكسي دي الأكسبيتت جولز عنده طبعا 0.58 على العكس طبعا هالر هالر لعب 31 مباراة 2579 دقيقة 21 هدف وهداف الدوري الانجليزي هداف آيكس سوري عفوا الهولندي 21 هدف هداف آيكس من سردام كل 123 دقيقة بيجيب هدف التزديدات عب المباراة ساديو مانيه طبعا قوي جدا في تزديداته وجوده دايما داخل 18 3.12 هالر 3.2 صناعة الأهداف ساديو مانيه 2 يعني هو ما بيساهمش ولكن في صناعة فرص المحققة 9 أهداف طبعا هالر 7 7 أسيست وصناعة الفرص المحققة 5 التمريرات المفتاحية اللي بيتوصل زميله للمرمة 1.3 طبعا هالر 1.4 تقريبا الأرقام متقربة لحد ما بين مانيه و هالر ولكن هالر من ناحية الهجومية أقوى لبالك هالر رأس حربة وممكن إلعب جناح ساديو مانيه في مرونة تاكتيكية وشفناها بشكل أكتر من رائع يعني ما حسناش أن ليفر بول نقصها رقم 9 وده من الحاجات المهمة جدا أن الاندية بتعمل الاندية على مستوى واسع جدا عشان تشوف اللعب ده هل هتوافق معنا تاكتيكيا على المستوى التاكتيكي فأعتقد أنه هيقدم موسم رائع مع البايرن البايرن أقوى خط هجوم الموسم الماضي بـ 97 هدف كنا نتكلم على المان سيتي 99 هدف في الدورة الإنجليزية البايرن 97 هدف ولكن أضاع نسبة كبيرة جدا من الأهداف المحققة 92 فرصة محققة أضاعها البايرن وده كان سبب قدوم الساديو مانيه لأنه بصراحة من فرستين ثلاثة بيحرس أهداف وده كمان نقطة إجابية جدا كان محتاجها البايرن مع نهاية الموسم وصلنا نهاية حلقتنا محمد دايما بتنورنا ودايما خارج الصندوق ودايما أرقامك وأحساياتك تبقى أكتر من رأيها على مستوى عالمي شكرا لك شكرا لحضرتك كابتن هاني شكرا جزيلا شكرا لك وإن شاء الله معادنا يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله بإذن الله ومعاري مع حضرتكم إن شاء الله يوم الاتنين وحلقة جديدة ويوم جديد من المحترف